بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث عن سبع أسباب ممكن تؤدي إلى ضياع البيانات في الكرسي الصلب الخارجي أو حتى الداخلي وأحيانا في الفلاشات من أجل هذه الأسباب السبعة يجب علينا أخذ نسخة احتياطية أخرى نبدأ بالسبب الأول والسبب الأهم وأحيانا بالغالب يكون عرضي عملية سقوط الكرسي الصلب سقوط الكرسي الصلب في منه خطير وفي منه أقل خطورة السقوط الخطر لما يكون الكرسي الصلب موصول مع الجهاز يعني الكرسي الصلب الخارجي يشغل أو حتى إذا سقط مننا اللابتوب الكرسي الصلب الداخلي يتاعه برضو إيش يكون شغال أثناء العمل على الجهاز السقوط الأقل خطورة لما يكون الكرسي الصلب الخارجي الإكستيررال هارد ديسك غير موصول مع الجهاز أو الجهاز مثلا إيش في حالة إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز موقف تشغيل وسقط برضو تكون يعني عملية تلف الكرسي الصلب أقل من حالة أنه يكون الجهاز في وضع العمل الحالة هذه إذا سقط الكرسي الصلب وتلف يعني في الغالب عملية استرجاع البيانات بتكون صعبة السبب الثاني لو كثرت تحريك الكرسي الصلب أثناء العمل إليه سواء اللابتوب نحرك اللابتوب خاصة بطريقة غير مستوية ننقله من مكان لما كان بطريقة غير مستوية يعني على الأقل ننقله بطريقة مستوية إذا بد ننقل اللابتوب لأن القرسي الصلب زي ما قلنا في أجزاء ميكانيكية بدوره بسرعات عالية وفي هد تحريكه يعني بشكل عشوائي وكثرة الحركة إليه تؤدي إلى حدوث كراش في إما في الهد أو في البليت اللي عليها المادة أو اللي عليها البيانات أوكي يعني مثلا ملاحظون أحيانا أثناء تركيب القرس الأكستيران هارد ديسك لما يجرق ويكون باليد بالطريقة هاي طريقة خاطئة يفضل أنه أول شي نحط الكرسي الصلب نثبته على المكتب وبعدين نقوم بعملية تركيبه في الجهاز يعني ما نحركه أثناء العمل عليه أوكي أثناء العمل عليه ما نحركه لازم نقف تشغيله وبعدين نقوم بتحريكه السبب الثالث واللي يعني دائما بشوف حتى ناس متخصصين في الكمبيوتر يخطئوا فيه اللي هو عملية زالة الكرسي الصلب من الجهاز بدون مقدمات يعني جاء الهاردسك بيكون شغال ممكن ننزع الكابل أو الفلاش مثلا ممكن نشيلها من الجهاز طبعا في الويندوز وضعونا أنه طريقة لازم نروح على بالهني بالقرب من التاريخ وروح على save to remove نختار القطعة اللي بدنا نشيلها eject USB مثلا بدنا الهاردسك زين بيظهر عندي الآن إذا بتلاحظوا save to remove فيه شيء موس save to remove أما إزالة الفلاش مثلا على سبيل مثلا الآن بدون عملية إقافة يعني بهالطريقة هذه أثناء عملها أحيانا ممكن تكون تنسخ بيانات كذا يؤدي إلى تلف الفلاش أو تلف الكرسي الصلب بهذه الطريقة سبب الرابع ممكن تلف الكرسي الصلب الخارجي بالذات كثرة الاستخدام أو حتى الفلاش كثرة الاستخدام لما نستخدم الكابل عدة مرات نثبت في الجهاز عدة مرات ونركبه هذا يؤدي إلى المنفذ تلف الكرسي الصلب يصبح لوس بصير يعني في لوس فأحيانا الكابل نفسه يخرب إذا كان الكابل ممكن تبديله بسهولة شراء كابل إذا كان المنفذ خرب بعض الأقراص سهل أن نبدل الكيس الخارج الكيس نفتح الكيس سهل أن نبدل الكرس الصلب أو أن نبدل الكيس كاملة يعني هذه عبارة عن كرس الصلب عادي فقط ما علينا أن نبدل الكيس بعض الأقراص صعب أن نبدل المنفذ إلا بإجراء عملية السولدرينج يعني هذه هذا الكرس مثلا إذا ملاحظ أنه صعير المنفذ صعير بلت إن مع الكرس الصلب بالتالي لازم نعمل عملية السولدرينج ونشيل منفذ هذه ونركب منفذ جديد فقط للعلم هذه فبعض سهل أن نبدل الكيس كيس أخرى 8-5 دولار أوكي بعضهم صعب لازم نبدل المنفذ حتى نستطيع أن نسترجع البيانات السبب الخامس نتحدث عنه اللي هو المشكلة الكبيرة اللي بتواجد الناس كلها الفيروسات وخاصة انتشار بعض الفيروسات اللي بتدمر البيانات ويبتزوا الناس بدهم فلوس مثل الفيروس الفدي مثلا فهي الفيروسات يعني إذا بدنا نرجع البيانات بحاجة إلى مبالغ مالية بتحددها أو بحددها الشخص اللي عمل الفيروس زي الفيروس الفدي ممكن يطلب لنا 500 دولار أو كذا حسب بأهمية البيانات والذي بتوقعوها فلازم على أقل يكون عندنا الجهاز مثلا الويندوز محدثة يعني تحديث الويندوز لازم تكون نازدي يكون عندنا انتفيروس برضو في الجهاز دائما يكون عندنا انتفيروس محدث نوعية تكون معقولة وزينة نتأكد ان يكون عندنا انتفيروس محدث لازم التحديث مهم جدا يعني احيانا يكون عندنا انتفيروس في الجهاز ولكن مو محدث والويندوز طبعا يجب نزل دائما التحديث بشكل مستمر للويندوز الويندوز تن دائما تحديث 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 لازم تكون موجودة في الجهاز حتى نقدر نحمي انفسنا من هذه الفيروسات السبب السادس نتحدث عنه اللو عملية احيانا للأسف اغلاق الجهاز بطريقة غير سليمة يعني الويندوز في اسمه شدون منلاحظ ان بعض الناس هاي شدون طبعا في خيارات كثير في شدون هاي برنيت وسليب وكذا وكذا بعض الناس يروعوا مباشرة على زر التشغيل وبضغط خمس ثواني على الجهاز اوكي يعني بالطريقة هذه وفجأة ببند ايش الجهاز بضغط خمس ثواني يؤدي الى يقاف تشغيل الجهاز بال يعني بسموه اوكي هذه الحالة نستخدمها فقط اذا كان الجهاز لا يستجيب فقط لي لأغلاق الويندوز بهذه الطريقة هذه الطريقة غير سليمة نهائيا تؤدي الى حدوث بات سيكتورز في الكرس الصلب اوكي واحيانا ممكن نغلق الجهاز بالطريقة هذه نرجع نشغله وما يشتغل الكرس الصلب او مثلا اذا كان الجهاز ما في بطارية والبطاريين خلصة وانقطع الكهرباء بشكل مستمر احيانا عن الجهاز اوكي الوصلة فيها مشكلة كذا تنقطع الكهرباء الجهاز بشكل متكرر برضو يؤدي الى حدوث بات سيكتورز في الهارد ديسك واحيانا يؤدي الى تلف الكرس الصلب فهذه الامور لازم نتجنبها السبب الأخير نتكلم عنه اللي ممكن نقول الجلطات طبعا الجلطات هنا اللي تخص الأقراس الصلبة والفلاشات يعني زمينا جابنا الكرس الصلب مثلا هذا الان لو حطته في الجهاز في ليته وفي كذا بس اشمره على المي كمبيوتر ما بظهر لدينا ولا شيء لو رحنا على مانجر مثلا او على مانجمنت اذا ملاحظ بالمي كمبيوتر ما بظهر له حاجة لو رحنا على المانج مثلا ما بنطول عليكم على المانج رايح تكون الجهاز جدا بطيئ عدي لبطء شديد كبير نفس الشيء هذه الفلاش يعني كانت شغالة الآن صار فيها بسبب انه شناها اكثر من مرة طبعا بطريقة خاطئة على اساس نجرب ونتعلم اثناء الدرس ف لاحظ انها صارت تعطي رسالة ممكن احيانا تعطينا الرسالة انه بحاجة الى سكان ما اعطت الرسالة الآن طبعا باعتمد على الفلاش ان شاء الله تكون الشغالة الآن لسه بعدها برضو الفلاش الآن ما شتغلت للأسف اوكي لانه ازلناها بطريقة غير سليمة فهي بعض الاسباب يعني احيانا بدون مقدمات الكرسي الصلب ممكن يتوقف وخاص اذا وصلنا على الهب يعني اذا عندنا موزع USB وصلنا هذا الكرسي الصلب الخارجي على موزع USB هذا بالغالب يؤدي لتلف لانه الموزع ما يعطينا كهرباء هذه بحاجة لكهرباء كافية فلازم نحن نوصل مع الجهاز مباشرة ما نوصل على موزع USB وخاص اذا كانت الموزع نعيد ه رديئة ما يعطي الكهرباء الكافية للقرس الصلب الخارجي من اجل هذه الاسباب مجتمعة لازم كم كبير من البيانات عندنا صور تذكارية للاولاد كذا فلازم نخلي نسخة احتياطية من البيانات نلتقي ان شاء الله فيكم في فيديو اخر وجلسة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته